جدد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الكامل بتثبيت ركائز الاستقرار في ليبيا والمساهمة في تحقيق متطلبات التنمية الشاملة جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية مع نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني حيث أكد شكري أن القاهرة لن تألو جهدا في تلبية تطلعات الشعب الليبي المستحقة في دولة آمنة ومزدهرة تلفظ أشكال التواجد الأجنبي غير المشروع كافة وتفرض سيادتها على سائر ترابها الوطني عبر مؤسسات وطنية متماسكة أشار المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري أثنى على مخرجات مؤتمر باريس حول ليبيا وما عكسه من استمرار التوافق الدولي إذا أدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية كما شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الشهر القادم وحتمية خروج القوات الأجنبية كافة فضلا عن المرتزقة والمقاتلين الأجانب وفقا لما نصت عليه المرجعيات الدولية ذات الصلة باعتبار تلك العقب الرئيسة أمام التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية وقد أعرب نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني عن تقديره للدور المصري الداعم للاستقرار في ليبيا فضلا عما تشهده العلاقات الثنائية من طفرات متوالية على مختلف الأصعادة مؤكدا تطلعه إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات العريضة التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات ومؤصلة العمل على نقلها إلى ليبيا لدفع عجلة التنمية على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين كما استقبل وزير الخارجية سامح شكري مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إلفا يوهانسن لبحث سبل دفع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة